خميس أسود بسوق قريعة بمدينة الدار البيضاء وهذه أولى المشاهد صباح هذا اليوم بعد أن التهم حريق ضخم بعض محلات السوق في ليلة كان مجال الوقاية المدنية أبطالها تقت الخبار مع الوحدة ديال الليل بأنه شعلت العافية وبالنسبة لجيء صباح هنا قريباً ما بين عشرين وواحد وعشرين محالك يقولون بأنه ما زال ما عندناش لإحصائت السلطة المحلية إلا غادي تحصل محالك حل غادي يكون نبضت ما كنتش حاضر أنا ما جاء الخبار و جاء الخبار بالليل الله رعانى ما ذك شيء يوقع بالليل ما بنسبة للمحالك أنا أخوي الناس ناكله لأصار بالنسبة لكل يخدمي معها ربعاً عائلات خمسة العائلات ما صار دياله مدابة مشهول وشي قادر الله اللي انطلبوا الله يخلف اليوم الله الخسائر كينو ولكن ما عرفناش حاجم قال ناس حرقت للمحالات دياله ولكن ما عرفوش حاجم الخسائر شحار ها؟ البلاسة اللي شتفاء البلاسة ديالنشجارة أصحاب الخشب مجهولة 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 الحريق التهم جزءاً كبيراً من محلات النجارة بالسوق أسباب الحريق ما زالت مجهولة لحد الساعة في محل أغلب أصحاب المحلات المتضررة لتفقد ما تبقى من سلعهم ومحاولة إنقاد ما يمكن إنقاده مشاهد الحصرة والحيرة بادية على أغلبهم بعد هذه الكارثة وتساؤلات حول مصيرهم ومصير العاملين معهم وكيف سيتقبل الزبائن أصحاب الطلبيات هذا الوضع كانت معنا السلطات المحلية وعلى رسم سيد العامل والسادة المسؤولين وكانت شرطة تقنية هي اللي غدا تجاوب عليها السؤال يعني إخداد الخبرة دياله يتجاوب عليها السؤال الإشاعات وهنا من المنابير الإعلامية تتمشي ستتحررش كلام اللي ماشي هو ذلك اللي غادي در التجار واللي در السوق راح نحن نتحفظه عليه يعني شي حاجة اللي تكون منطقية يعني تقريباً إشحال عدد ديالمحلات اللي تخاف تقريباً الإحصاءات الأولية مازال مباند بالله تخرجوا التيران ذلك شي غادي يكون واحد لإحصاء عن مقارب والإسماء ديال التجار متضريرين والصفات ديالهم السلطات المحلية حاضبة في عين المكاني وبجال البقاية المدنية يواصلون إخماد ما تبقى من الحريق وتحقيق فتحة لمعرفة أسباب الحريق